النقطة اللي جاية بيقول الجزائرين فيها او قد تنسوا ان الثورة المضادة جاية من مين بقى؟ ايه من الامارات والسعودية نسمع كده؟ تسعة الثورة المضادة قادمة من السعودية والامارات من اليمن وحتى تونس كان للسعودية والامارات الدور الاكبر في اجهاز الربيع العربية وعقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي اعلنت الامارات تقديم ثلاثة مليارات دولار مساعدة اولى لمصر بالاضافة الى حصة كبيرة من الوقود لمصر تبلغ قيمتها مليار دولار امريكي وبين عامي 2013 و2015 قدمت ابو ظبي نحو 25 مليار دولار كما ان السعودية ايضا سارعت لمباركة حركة الجيش للقضاء على حكم الاخوان الحقيقة ان السعودية والامارات قاموا باقزر دور تاريخي قامت بيه او قام بيه العرب من ساعة ما التطار دخلوا مصر التاريخ بيقول ان التطار لما دخلوا البغداد اقصد اقول مش مصر لما دخلوا بغداد واقضوا على الخلافة العباسية في بغداد التاريخ بيقول انه بس مش عشان البغداد كانت الفرسان قليلين او الجيش بتاعهم مش معيق لكن ايضا تمت بخيانة من داخل الاصر العباسي وتواطئ تم عبر مراسلات من عند الخليفة العباسي لهلاكو ولولا هذه المراسلات اللي سهمت بحد كبير جدا في انه هلاكو يدخل ويطحن بغداد ويسويها بالارض المراسلات كانت بتقوله ان قوة حجم الجيش قد كده تسليحهم قد كده الخليفة عامل ازاي وهلاكو تطمن انه هو رايح نزهة وكانت نزهة فعلا بسبب الحقيقة ضمور عقلي عند الخليفة العباسي الاخير وايضا بسبب خيانة بعض من كانوا في القصر السعودية والامارات بيلعبوا الدور ده للصهاينة بالضبط دور القضاء على اي حاجة في الصورات العربية من اي حتة في العالم العربي اليمن ليبيا تونس حتى سوريا السعودية والامارات بيلعبوا دور الخوان العرب اللي كانوا ظهروا لما دخل هلاكو لكن السؤال اللي محيرني من كتير قوي ايه مصلحة السعودية والامارات انه هما يلعبوا دور ابن العلقمي اللي اللعبوا معه لكم وليه محمد بن زايد سليل أسرة عربية يبقى خاين بالشكل القذر قوي ده وليه يخلي محمد بن سلمان سليل الأسرة السعودية أنه يبقى خاين قوي كده وإذا كان جده عبد العزيز الكبير كان خاين للبريطانيين أو الشريف حسين الأكبر كان خاين برضو للإنجليز فالسؤال ده عدى الوقت ده من مئة سنة ليه بتعود الدورة بتاعت الخيانة هي هي وإذا كان ده للحفاظ على العرش السعودي كان بيعمل كده عبد العزيز ما فيش أي حاجة تدعو محمد بن سلمان إلى إنه يعذب ويقتل ويفشل ثورات عربية وعشان ما ظلمش محمد بن سلمان الملك عبد الله قبله لعب نفس الدور القذر وبرضو الملك سلمان لعب الدور ده إنما السؤال ليه محمد بن زايد ابن الشيخ زايد يلعب الدور ده ما نعرفش التاريخ هيقولين حاجات كتير جدا